بدوره أكد الأمير فيصل بن فرحان دعم الرياض للقاهرة والخرطوم في قضية سد النهضة ناقشنا مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل الحل السياسي شامل وما تترضوه المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية وأكدنا على همية تكثيف التنسيق والتشاور المشترك بخصوص هذه التحديات مع إيجاد الحلول السلمية لها بالعمل مع الأصدقاء والشركاء في العالم كما ناقشت تطورات الانتخابات الرئاسية الليبية وأكدنا على همية إقامتها بدون تأخير وخروج كافة القوات الأجنبية والمتصفة من أراضي الليبية كما شددنا على دعم البلدين الشقيقين لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمة القدس وإقاف كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وجددت لمعاليه دعمي ومسانة المملكة لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فيما يخص موضوع سد النهضة وأن أمنهم المائي جزء لا يتجزز من العمن المائي العربي